صباح الخير يا أول كيف أصبحتم؟ من منكم يا أول قام بغسل الواج واليدين ولبس فيابة نظيفة في الصباح الباكر؟ من منكم يا أول؟ أحسنتم يا أول لأن هذه من آداب النظافة والله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم قاموا بتوصيتنا بالمحافظة على النظافة وأيضا في ديننا الحنيف وهو الإسلام قاموا أيضا يا أول بدعوتنا للمحافظة على النظافة من خلال عدة أحاديث وعدة آيات إذن النظافة يا أول شيء مهم في حياتنا يجب أن نحافظ عليها أحسنتم يا أول إذن آداب النظافة درسنا اليوم في مادة الإجتماعيات يجب علينا المحافظة على نظافة أجسامنا يا أول يجب أن نحن نحافظ على نظافة أجسامنا فمن خلال المحافظة على نظافة أجسامنا نعتني بصحتنا سليمة من الأمراض أحسنتم يا أول نعتني بصحتنا سليمة من الأمراض أحسنتم ما هي صور يا أول المحافظة على نظافتنا؟ هناك صورتان أولا نظافة الجسم وثانيا نظافة المكان بالنسبة لنظافة الجسم يا أول من الأمثل عليها أقلم أظافري بين وقت وآخر يجب أن أقلم الأظافر بين وقت وآخر يا أول لا يجوز أن أترك أظافري بطريقة طويلة وممتلئة بالأوساخ يجب أن أقلم أظافري بين وقت وآخر وأحافظ على نظافة شعري عندما أتناول شيء كالبرتقال أو كالطعام أغسل يدي لا أقوم بوعد يدي على شعري إذا لم أغسل يدي بعد تناول الطعام والاستحمام يجعلك نظيفا يا أول أحسنتم هذه نظافة الجسم أما نظافة المكان يا أول نتذكر أن تضع أغراضك جانبا بعد الانتهاء منها يعني يا أول عندما تقوم بالدراسة لا أترك الكتب الأقلام والتفاتر مبعفرة في مكانها لا يجب أن أقوم بترتيبها بعد الانتهاء منها وأحافظ على المكان نظيفا ولا ألقي النفايات على الأرض عندما تقوم بتناول شيء مثل الشيبس والشوكولاتة لا ترمي الورقة يا أول على الأرض قم بإلقائها بالنفايات وحافظ على نظافة الغرفة ونظافة البيت وقم أيضا بالتعاون مع ماما لمساعدتها بالتنظيف أحسنتم إذن علينا المحافظة على نظافة البيت والمدرسة والشارع حتى يكون وطننا جميلا وبهذا عندما كل طالب أو طالبة يقوم بالمحافظة على نظافة البيت والمدرسة والشارع يصبح الوطن جميل أحسنتم إذن مدرسة بيت الثاني فيجب أن أحافظ على نظافتها أحسنتم يا أول لغز اليوم لهذه الحصة أفكر أسمي الشخص الذي يعمل في تنظيف الحي وأحبه وأحترمه من هو ذلك الشخص؟ هيا قم بحل اللغز يا أول وإرساله لي أحسنتم يا أول إذن كان درسنا اليوم عن آداب النظافة أحسنتم إلى اللقاء